أهلاً وسهلاً متابعي قناة سيف وولف أتمنى أن تكونوا بخير سنتعرف اليوم من خلال هذا الفيديو على أغنى عشرين رجل أعمال في تونس وذلك بالاعتماد على آخر التقارير والأحصائيات وخاصة تلك التي أعلن عنها موقع فوربس العالمي وتقارير شركة ويلف إكس وإلى جانب العديد من التقارير الصحفية وقبل ذلك أرجو منكم جميعاً دعم الفيديو بلايك ودعونا نبدأ الناجي لمهيري رجل أعمال وابن ولاية سوسة توفي قبل أربعة أشهر ولكن يبقى اسمه من أبرز أسماء أثر رجال الأعمال في تونس وهو صاحب مجموعة المراد التي أسسها سنة 1981 وتضم نحو 17 نزولاً في عدد من مناطق البلاد كما أسس سنة 1972 مجموعة موبلي تيكس لصناعة وبيع الأثاث العتروس هو رجل أعمال شهير في تونس وصاحب مؤسسة العتروس للسيارات أو ما يعرف بأفريك أوتو وهو واحد من أثر رجال الأعمال المتخصصين في قطاع السيارات وعرف في تونس بتوزيعه سيارات الأي سي زي وفي سنة 2017 احتل المرتبة الأولى تونسياً في حجم مبيعات السيارات متفوقاً على عدد من المركات العالمية كالستروين وبيجو وكيا إلى آخره حمادي بوصبيع هو رئيس مدير عام شركة صنع المشروبات بتونس منذ سنوات طويلة وهي من أكبر شركات إنتاج المشروبات في البلاد تهيمن الشركة على قطاع الجوع في البلاد من خلال مركاتها الشهيرة سلتيا وأيضاً على قطاع المشروبات الغازية من خلال إنتاجها لمركات كوكاكولا وفانتا وشويفس إضافة لبوغا المحلية وفي المياه المعدنية أيضاً علامات مروة وصافية ومليتي وفي قطاع الحليب ماركت بلدي سليم الرياحي هو رجل أعمال وسياسي ورئيس سابق للنادي الإفريقي سنة 2016 وقع اختياره كأغنى رجل أعمال في تونس يمتلك سليم الرياحي ثروة ضخمة وعدد كبير من الشركات من بينها نذكر شركة العقارية بالبحيرة ويبلغ رأسمالها أربع مليارات شركة كابيتال هولدينغ رأسمالها عشر مليارات شركة إسمنت قرطاج شركة تونس القابضة شركة ايت بروت والعديد العديد من الشركات والمؤسسات سواء في تونس أو خارجها عبدالوهاب بن عياد هو رجل أعمال بيرزدو في سنة 2019 ولكن يبقى اسمه من بين أسماء أثر الأثرياء في تونس وهو مؤسس مجموعة بولينا القابضة وهي المجمع الاقتصادي الأول في تونس برأسمال يونهز التسعمائة مليار بعملتنا التونسية سنة 2010 وتهيمن الشركة على قطاع تربية الدواجن واللحوم البيضاء في تونس بصفة عامة نبيل التريكي نبيل التريكي هو رجل أعمال أصيل مدينة صفاقص وصاحب مجموعة اقتصادية متكونة من 11 شركة ذات أنشطة مختلفة بما في ذلك صناعة المواد الغذائية وتربية الدواجن من خلال العلامة الشهيرة في الأسواق التونسية شهية مروان المبروك هو رجل أعمال تونسي وأحد مالكي مجموعة المبروك الاقتصادية وزوج ابنة الرئيس السابق زين العابدين بن علي مجموعة المبروك هي من أكبر المجموعات الاقتصادية في تونس برقم مبالغات بلغ الـ 1500 مليار بعملتنا التونسية وفقا لمقال نشرته مجلة جون أفريك عام 2008 ويمتلك مروان المبروك أيضا مغازات تجارية كبرى مثل مغازات مونو بري وجيان وأيضا في مجال توزيع السيارات من خلال شركة لوموتير وأيضا في مجال صناعة البسكويت وقطع الاتصالات كما أنه يمتلك أسهما في بنك بيات الخاص رشيد بن يدر هو رجل أعمال توفي سنة 2019 ولكن يبقى اسمه بارز كواحد من أثرار رجال الأعمال الذين عرفتهم تونس ويمتلك بن يدر ثاني أكبر مجموعة اقتصادية في تونس بحجم مبالغات يفوق الـ 2000 مليار بعملتنا التونسية وتعمل مجموعة بن يدر في عديد الأنشطة الاقتصادية من بينها القطاع البنكي حيث تمتلك بنك الأمان وقطاع التأمينات من خلال تأمينات كومار بالإضافة إلى الإيجار المالي كما تدير المجموعة التي أسسها رشيد بن يدر في السبعينات مجموعة مستشفيات خاصة أبرزها مساحات الأمان ولها أيضا العديد من الاستثمارات في قطاعات الدواء وتوزيع السيارات وقطاع الشاحنات والألات الضخمة الخاصة بالمقاولات والأشغال الكبرى وعرفت مجموعة بن يدر في تونس منذ عشرات السنين بقطاع المواد الغذائية خاصة من خلال قهود بن يدر وقهود بندان حمدي المدب هو رجل أعمال ويترأس النادي التراجي الرياضي التونسي منذ سنة 2007 يترأس حمدي المدب مجموعة ديليس دانون الناشطة أساسا في إنتاج الحليب ومشتقاته في آخر أحصائية حول حجم المعاملات لمجموعة المدب كانت سنة 2007 وكانت في ذلك العام تقدر ب700 مليار بعملتنا التونسية أبناء عائلة الوكيل هم ثلاث رجال أعمال إخوة نشاطهم يرتكز بالأساس في ولاية صفاقص يمتلكون مجموعة من الشركات تنشط في قطاع مبيعات السيارات والعقارات كما تقوم المجموعة بتوزيع السيارات في تونس لعلامات مازدا وستروان لطفي عبد الناظر هو رجل أعمال أصيل ولاية صفاقص وترأس لعدة سنوات النادي صفاقصي لكرة القدم ويمتلك لطفي عبد الناظر العديد من العلامات والمشاريع والأنشطة التجارية في تونس من أبرزها نذكر شركة أغريمات بمنتوجها الشهير زيت الصافي وأيضا مصنع سكر تونس في بنزرت ألمزابي هم ثلاث إخوة رجال أعمال يمثلون عائلة ألمزابي المتكونة من المزوغي والمنصف والصادق تنشط المجموعة في عدة قطاعات أهمها الصناعة الإلكترونية وتجارة السيارات وتجارة الشاحنات والمعدات الصناعية وأيضا يمتلكون نسب في مصرف التجاري بنك ومصرف الاتحاد الدولي للبنوك عائلة إدريس هم عدة رجال أعمال يعتبرون من أكبر العائلات الاقتصادية المؤثرة في جهة الساحل التونسي وتدير المجموعة سلسلة من الفنادق والمنتجعات السيحية بأكثر من ثمانية ألاف سرير كما يمتلكون نسبة من المساهمة في شركة الطيران الجديد التونسي النوري شعبان هو رجل أعمال مشهور من خلال مجموعته المعروفة بشركة شعبان وشركائه والناشطة بالأساس في المقاولات والبناء والأشغال العمومية وهي واحدة من أكبر الشركات في تونس هشام اللومي هو من أغنى رجال الأعمال في تونس وأيضا واحد من أبرز الأسماء التي تنتمي لعائلة اللومي الشهيرة وتعمل عائلة اللومي بالأساس في نشاط صناعة الكابلات الكهربائية لصناعة السيارات عبر مجمع كوفي كاب وتمتلك العائلة ثلاث مصانع كبرى في تونس وأيضا لها حضور قوي في الدول الأجنبية ولها معاملات مع شركات عالمية للسيارات مثل شركات الفوليسفاجن والفيات والرينو البوشاماوي تدير عائلة البوشاماوي المنحدرة من ولاية جابس مجموعة من الشركات في اختصاصات المنسوجات والأنشطة البترولية كما تستثمر في القطاع المصرفي والمالي حيث تمتلك حصة هامة في مصرف الاتحاد الدولي للبنوك وحصة في وكالة السيارات العالمية كيا الإخوة ماهر والطيب بن عايد هم رجال أعمال يمتلكون واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية والتجارية في تونس عبر ما يسمى بمجموعة بطام وهي مجموعة تجارية لتوزيع المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية في كامل تراب الجمهورية التونسية محسن حشيشة هو رجل أعمال تونسي شهير يمتلك مجموعة حشيشة وهي مجموعة شركات تونسية متعددة النشاطات حيث تنشط في الصناعات الغذائية من خلال العلامة الشهيرة رند سليم العفاس هو واحد من أغنى رجال الأعمال التونسيين ولكن توفي قبل عام تقريبا في شهر أبريل 2020 عبد السلام العفاس المعروف بسليم عفاس مؤسس مجمع الكوسكسيدياري وأيضا سبيقة لصناعة المعجنات وديع الرقيق هو رجل أعمال بارز في ولاية صفاقص ينشط بالأساس في مجال الملابس الجاهزة والذهب المزيف والتصريح الديواني لفائدة الغير هؤلاء هم تقريبا أغنى 20 رجل أعمال في البلاد التونسية وفقا للعديد من التقارير الصحفية والأعلامية ستجدون جميع الروابط والمصادر لهذه المعلومات في الوصف أسفل الفيديو في النهاية أتمنى أن يكون قد نال أعجابكم الفيديو الرجاء الاشتراك بالقناة شكرا جزيلا للجميع ودومتم في رعاية وحفظا من الله